انا بس كل همي وهدفي وانزعاجي من ان احنا نكون فاهمين الموضوع المنفوق ايه اللي بيأصل محمد علي ولا اسمه وائل غنيم ولا مسعد ابو فجر ولا الفنانين الخمسة اللي قبليهم ولا اللي قبليهم ولا اللي قبليهم كل دول كانوا ايه مراحل وخطط تنجح او تفشل زي لعب تكون رجيل ورجيل 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 هو بيستخدم دلوقتي بس انا بفاهم الناس اللي هم بتوع التهار الاسلامي بقول لهم اوعوا تصدقوا ان هي دعوة اسلامية ولا دعوية خالص ابو الناجة ده مش هيعمل دعوة اسلامية على الاطلاق ولا واكد ولا شام مين ولا مين ولا مين وارجع تاني شوف دول التلاتة اللي في الاخر ده لو انت قلت ان دول بيتكلموا بمبادئ دينية والمبادئ وطنية كل واحد فيهم عنده قصة عنده ملف افتحه هترجع لو انت عندك زر اخلاق لن تستطيع ان تستمع الى فيديو واحد من الفيديوهات الموجودة الخاصة بهؤلاء الناس فبالتالي انا عايز اوصل الى مين هو اللي بيجتمك مين اللي بيحربك مين اللي رافع الراية والشعلة بيجتم في البلد مجموعة ناس شغلتهم ايه مين بيحركهم اصلهم ايه وفاصلهم ايه هو ده اللي انا عايزك تشوفه كل واحد يراجع عنده انا ما عنديش المعرفة الكاملة ولا عندي الطريقة نناقنع بها كل الناس كل واحد عنده عقله كل واحد عنده رأيه كل واحد انا لا اكبر احد لكن شوفوا حضراتكم انا اللي بقوله عندي تغيير فيه طريق التفكير الاخوان عن طريق جابه فنانين فاشل فاكرين دلوقتي بيشتغل على طريق الفوضى اللي هو الناس دي رموز الفوضى الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة